بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول المتوسط ودرس جديد بإذن الله تعالى لهذا اليوم في مادة لغة الخالدة ومعكم المعلم صالح العنزي درسنا لهذا اليوم التواصل الكتابي تعبئة استمارة تعريفية معلوماتية في الدرس الماضي تعرفنا على التواصل أحسنتم التواصل الشفهي اليوم بإذن الله تعالى نراجع الدرس الماضي كذلك نتعرف على طريقة تعبئة استمارة تعريفية معلوماتية فماذا درسنا في الدرس الماضي؟ نتذكر نراجع بشكل سريع الدرس الماضي لنتأكد من فهم التواصل أو من تطبيق التواصل الشفهي التواصل الشفهي في الدرس الماضي كان عن إلقاء خطبة وطنية قمنا بتطبيق بعض العبارات أو قراءة بعض العبارات وإلقائها بشكل صحيح نتأكد من فهم أو نتأكد من فهم الموضوع للدرس الماضي بتطبيق أتبادل مع من بجواري قراءة العبارات الآتية وأنفذ المطلوب أمامها أيها الإخوة المطلوب هنا أرفع صوتي بالنداء ثم أقف وقفة يسيرة إذن لتطبيق التواصل الشفهي عند إلقاء خطبة وطنية ودرسنا سابقا في نص الانطلاق نموذج للخطبة الوطنية وقمنا بقراءته بشكل صحيح والآن نتدرب على طريقة إلقاء هذه الخطبة أمام الجمهور عندما أقرأ أيها الإخوة كيف أقوم بقراءتها في الخطبة الوطنية ماذا أقول؟ المطلوب أن أرفع صوتي بالنداء ثم أقف وقفة يسيرة فماذا أقول؟ أيها الإخوة بهذا الشكل إذن أرفع صوتي بالنداء أقف وقفة يسيرة بعد النداء فأقول أيها الإخوة إذن نطبق إن بلادنا ولله الحمد المطلوب هنا أضغط على النون في إنا للتأكيد إذن المطلوب أن أقوم بالضغط على حرف النون في إنا هنا إن بلادنا لا أقوم بنطقها بهذا الشكل إن بلادنا والله الحمد وإنما أضغط على النون لتأكيد الموضوع وأقول إن بلادنا بهذا الشكل إذن أقول إن بلادنا أضغط على النون أضغط على النون ولست هنا في مجال التعداد المطلوب أظهر معنى النفي في صوتي كيف أظهر معنى النفي في صوتي؟ ولست هنا بهذا الشكل تقرأ أو تلقى ولست هنا في مجال التعداد أظهر معنى النفي في صوتي وبعد أقف وقفة يسيرة فأقول وبعد بهذا الشكل ثم أنتقل إلى الموضوع أو ثم أنتقل إلى بقية الأسطر شريعة الله تعالى ورسالة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف أقف صوتياً على الكلمات المعطوفة أين الكلمات المعطوفة؟ أحسنتم ورسالة نبيه كذلك وسيرة السلف إذن المطلوب أن أقف صوتياً على الكلمات المعطوفة فأقول شريعة الله تعالى ورسالة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف إذن نتأكد من الإتقان الصحيح للتواصل الشفهي إذن تعرفنا في الدرس الماضي على التواصل الشفهي على إلقاء خطبة وطنية اليوم بإذن الله تعالى ننتقل إلى التواصل الكتابي ما هي الأهداف التي سنحققها بعد دراسة تعبئة استمارة تعريفية معلوماتية؟ نحتاج إلى تعبئة استمارات في حياتنا العامة عندما أقدم مثلاً على وظيفة أو في أمر آخر أجد هناك استمارات كيف أقوم بتعبئتها؟ هذا ما سندرسه لهذا اليوم ما هي الأهداف التي سنحققها؟ أن يتعرف الطالب على الاستمارات ويميزها ويقوم بتعبئتها بشكل صحيح إذن نتعرف على تعبئة الاستمارات نميز هذه الاستمارات ونقوم بتعبئتها بشكل صحيح كذلك الإجابة عن الأسئلات التفصيلية في الدرس إذن هنا نلاحظ تعبئة استمارة تعريفية معلوماتية وتواصل لغوي كتابي التواصل اللغوي الشفهي كتابة خطبة وطنية أو إلقاء خطبة وطنية التواصل اللغوي الكتابي تعبئة استمارة تعريفية معلوماتية أتواصل كتابيا أتأمل النماذج الآتية ثم أجيب عن المطلوب أختار الإسم الصحيح للنماذج الآتية من بين الخيارات الآتية نلاحظ هذه الورقة أو نلاحظ هنا هذا النموذج هل هو استمارة طلب وظيفة أو استمارة عضوية ناد أو استمارة طلب تسجيل إذن النموذج الأول نلاحظ هذا النموذج نقرأ بشكل سريع بيانات العضو الاسم رقم الجوال صادبة يعني صندوق بريد المهنة البريد الإلكتروني والرمز البريدي من طلب صورة شخصية هذا النموذج نتأمل هذا النموذج بعد ذلك نجيب هل هو نموذج لاستمارة طلب وظيفة أو استمارة عضوية ناد أو استمارة طلب تسجيل أحسنتم إذن هو استمارة عضوية نادي نلاحظ بيانات العضو هذه الاستمارة التي سنتعرف على طريقة تعبئتها اليوم بإذن الله تعالى إذن نلاحظ هنا هذه استمارة ماذا؟ عضوية نادي نتأمل هنا هذا النموذج الثاني هل هو تقويم سنوي أو قسيمة اشتراك أو قسيمة إداع مصرفي نتأمل أحسنتم إذن هو تقويم سنوي دائما يمر علينا الأشهر تكتب بهذا الشكل نلاحظ محرم صفر إذن تكتب بهذا الشكل إما أن يكون التقويم السنوي بالهجري أو بالميلادي إذن نوع النموذج الثاني أحسنتم هو تقويم سنوي نتأمل هذه النموذج الثلاثة لكي نقوم بالإجابة عن الأسئلة المطلوبة نلاحظ النموذج الثالث دائما نراه أمامنا ماذا يسمى؟ هل هو إعلان حكومي؟ أو إعلان تجاري؟ أو هو شعار؟ أحسنتم أحسنتم إذن هو شعار لماذا؟ شعار للرؤية أحسنتم إذن هو شعار لرؤية عشرين ثلاثين نلاحظ الشعار هو ليس إعلان حكومي وليس إعلان تجاري وإنما هو شعار أحسنتم أكمل الجدول الآتي وفق التصنيفات المتاحة نلاحظ النموذج الثلاثة التي تأملناها سابقا التي لاحظناها سابقا هل تحتوي بيانات رسمية أو شخصية؟ هل يكتب عليها يمكن الكتاب عليها أو لا يمكن تستخدم في مجالات أدبية أو في مجالات الحياة إذن نتعمل النموذج الثلاثة بشكل سريع لكي نجيب عن المطلوب النموذج الأول كان أحسنتم إذن هو نموذج استمارة هل يحتوي على بيانات رسمية أو شخصية؟ أحسنتم إذن يحتوي على بيانات شخصية ولاحظنا الإسم البريد الإلكتروني صندوق البريد هل يمكن الكتابة على الاستمارة؟ أحسنتم إذن يمكن الكتابة على الاستمارة هل تستخدم في مجالات أدبية أو في مجالات الحياة؟ أحسنتم إذن تستخدم في مجالات الحياة إذن ما هي الاستمارة؟ نلاحظ أنه يمكن الكتابة عليها تحتوي على بيانات شخصية كذلك أنها تستخدم في مجالات الحياة النموذج الثاني التقويم السنوي يحتوي على بيانات ماذا؟ أحسنتم إذن يحتوي على بيانات رسمية لا يحتوي على بيانات شخصية مثل الإسم البريد وغيره هل يكتب عليه؟ هل يمكن أن أكتب على أو أقوم بتغيير المعلومات الموجودة فيه؟ أحسنتم إذن لا يمكن الكتابة عليه هل يستخدم في مجالات أدبية أو مجالات الحياة؟ أحسنتم إذن يستخدم في مجالات الحياة النموذج الثالث كان؟ أحسنتم كان لشعار رؤية عشرين ثلاثين هل يحتوي على بيانات رسمية أو شخصية؟ أحسنتم إذن يحتوي على بيانات رسمية هل يكتب عليه؟ أحسنتم لا يكتب عليه؟ هل يستخدم في مجالات أدبية أو مجالات الحياة؟ أحسنتم إذن يستخدم في مجالات الحياة إذن النموذج الثلاثة نلاحظ أحدد النموذج المناسب لطلب التسجيل في نادي رياضي ما هو النموذج الذي أستطيع أن أسجل أو أقدمه لهذا النادي الرياضي لكي أقوم بالتسجيل؟ هل هو النموذج الأول الاستمارة؟ أو النموذج الثاني التقويم السنوي؟ أو النموذج الثالث الشعار؟ نختار أحسنتم إذن نموذج رقم واحد الاستمارة أستطيع أن أقدمها لأسجل في نادي رياضي هذه نماذج لاستمارات متنوعة ألاحظ النماذج الآتية ثم أكمل الرسم التخطيطي وفق المطلوب الاستمارة الأولى نلاحظ هنا استمارة ما نوع هذه الاستمارة؟ أحسنتم نلاحظ من الشعار أنها استمارة للأحوال المدنية هناك بيانات المطلوب تعبئتها لكي أقدمها للجهة الحكومية أو للجهة المرادة نلاحظ النموذج الثاني طلب تسجيل مركبة إذن هذه الاستمارة لاستمارة طلب تسجيل مركبة أو استمارة تسجيل مركبة نلاحظ النموذج الثالث أحسنتم استمارة طلب خدمة إذن عندما أقوم بتقديم أحد الاستمارات يجب أن أقوم بتعبئتها بعد ذلك أقدمها للجهة المرادة فما هي الاستمارات؟ ما المقصود بالاستمارات؟ وما هي البيانات المطلوبة فيها؟ نلاحظ أن الاستمارات اللغة المستخدمة فيها إما أن تكون اللغة العربية أو تكون اللغة ماذا؟ أحسنتم أو أن أستخدم اللغة الإنجليزية إذن أجد استمارات في اللغة العربية واللغة الإنجليزية ما هي أهم البيانات المطلوبة؟ هناك بيانات شخصية أو بيانات رسمية البيانات الشخصية مثل أو أهم البيانات هو أحسنتم الإسم كذلك ممكن العمر العنوان، رقم الهاتف، رقم البريد الإلكتروني، صندوق بريد هذه تسمى بيانات شخصية يقوم بتعبئتها في الاستمارة هناك بيانات رسمية في الاستمارات مثلاً اسم الجهة الحكومية الختم كذلك أحسنتم الإرشادات وتوقيع المسؤول هذه تسمى بيانات رسمية وهذه تسمى بيانات شخصية خاصة بالمتقدم لتعبئة الاستمارة إذن اللغة المستخدمة فيها إما أن تكون اللغة العربية أو تكون اللغة الإنجليزية البيانات إما أن تكون بيانات شخصية أو أن تكون بيانات رسمية البيانات الشخصية مثلاً الإسم، العمر، العنوان، رقم الهاتف البيانات الرسمية مثلاً اسم الجهة الحكومية الختم والإرشادات كذلك توقيع المسؤول أهم البيانات المطلوبة إما أن تكون معلومات أو أن تكون آراء المعلومات رسمية شخصية الأراء مثلا عندي الهوايات المواهب هذا يعتبر أراء الجهة المسؤولة إما أن تكون أهلية أو أن تكون ماذا أحسنتم أو أن تكون جهة حكومية مثال للجهات الأهلية ومثال للجهات الحكومية الجهات الحكومية مثل أحسنتم المدارس الجهات الحكومية كذلك مثل البلديات والوزارات إذن هذه جهات حكومية الجهات الأهلية مثل الجمعيات كذلك أحسنتم مثل الشركات وأحسنتم المؤسسات إذن أهم البيانات المطلوبة في الاستمارة تكون معلومات إما شخصية أو أن تكون معلومات رسمية كذلك ممكن أضيب آراء اللغة المستخدمة فيها إما أن تكون لغة عربية أو أن تكون لغة الإنجليزية الجهة المسؤولة إما أن تكون جهة أهلية أو أن تكون جهة حكومية إذن نلاحظ الرسم الموجود أمامي بعد ذلك أستعين بالرسم السابق لأكمل الفراغات فما المقصود بمل الاستمارات؟ مل الاستمارات يعني أحسنتم هو تعبئة البيانات في نموذج مفرغ محدد لغرض معين وذلك بكتابة معلومات أحسنتم عامة أو بيانات ذاتية إذن ما المقصود بمل الاستمارات؟ هو تعبئة البيانات في نموذج مفرغ محدد لغرض معين وذلك بكتابة معلومات عامة أو بيانات ذاتية إذن هذا هو المقصود بمل الاستمارات هنا نموذج لاستمارة هذا يترك للطالب يقوم الطالب بتعبئة البيانات الخاصة فيه هذه الاستمارة أحسنتم إذن هي لشركة أرامكو السعودية يكتب هنا رقم البطاقة وحدة خدمات السكن والترفيه يكتب اسم الموظف يقوم الطالب بتعبئة هذه الاستمارة الجنسية المرتبة نوع الأبوية إذن المطلوب منكم أبنائي وبناتي التدرب على تعبئة الاستمارة الموجودة أمامي في صفحة 189 إذن المقصود بالاستمارة الاستمارة هي نموذج مفرغ يتبع إما جهة حكومية أو جهة أهلية يكون به بيانات معلومات كذلك أقوم بتعبئة هذا النموذج المفرغ على حسب المطلوب مني نراجع المقصود بمل الاستمارات المقصود به أحسنتم تعبئة البيانات في نموذج مفرغ محدد لغرض معين إذن يكون نموذج فارغ أقوم بتعبئته على حسب البيانات المطلوبة ما هي اللغة المستخدمة فيه؟ أحسنتم إما أن تستخدم اللغة العربية أو اللغة أحسنتم اللغة الإنجليزية ما هي أهم البيانات المطلوبة في الاستمارات؟ أحسنتم إما أن تكون معلومات شخصية أو رسمية أو أن تكون آراء مثلاً الهوايات والمواهب الجهة المسؤولة إما أن تكون ماذا؟ أحسنتم جهة حكومية مثل الوزارات المدارس هذه تعتبر جهة حكومية أو أن تكون جهة ماذا؟ أحسنتم أهلية مثل الشركات والمؤسسات إذن المطلوب مننا نقوم بالتدرب على تعبئة الاستمارات المفرغة لكي نتقن التواصل الكتابي إذن تعرفنا اليوم على تعبئة الاستمارات تعرفنا على اللغة المستخدمة في الاستمارات أهم البيانات المطلوبة والجهة المسؤولة انتهى درسنا لهذا اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علماً إلى أن ألقاكم مرة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر